اشتركوا في القناة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس فوز القجع يطير إلى أستراليا لمساندة ودعم لبؤة الأطلس ضد المنتخب الفرنسي يسافر رئيس الجامعة المالكية المغربية لكورس القدم السيد فوز القجع خلال الصاعات القليلة المقبلة تجاه أستراليا لتقديم الدعم والمساندة للمنتخب الوطني المغربي النسوي في مباراتها المصيرية أمام نظره الفرنسي في تمن نهائي كأس العالم وذكر موقي غيفا أنه علم أن الجامعة تدرس بشكل جد توفير رحلة جوية للجماهير المغربية لمساندة لبؤة الأطلس في أستراليا وسيواجه المنتخب الوطني المغربي النسوي ناظره الفرنسي صباح الثلاثة المقبلة بمدينة ميلبورن الأستراليا في تمن نهائي المونديال على أمل الضفر بالفوز والتحقيق إنجاز تاريخي آخر بالعبور لربع نهائي كأس العالم تصريح أسطوري من نجمة منتخب فرنسا بعد سماعها بمواجهة المنتخب المغربي كانت لعبات منتخب فرنسا لكرة القدم أولى لمتفاجئات من تأهل المغرب للمرة الأولى في تاريخه إلى تمن نهائي كأس العالم بحسب مهاجمته الأولى أوجينيل الصمر التي تعول في مواجهة لبؤة الأطلس على خبرة فرنسا وتواضعها للذهاب إلى أبعد حد ممكن ففي حوار أجرت معها وكالة الأنباء الفرنسية اعترفت اللاعب بأن تأهل اللبؤات على حساب ألمانيا كان مفاجأة لكن كل الأمور واردة وكانت الاحتمال ضائلة جدا وهذا الجميل في الأمر وأضافت كنا أولى المتفاجئات وكنا نفكر في ألمانيا أو كولومبيا لكن المغرب رأى خلاف ذلك لا أعتقد أن ألمانيا تسهلت لكن هناك منتخبات تقدم مئة في المئة أو حتى مئتين بالمئة وتحقق نتائج غير متوقعة هذا هو جمال كرة القدم واعتبرت نجمة المنتخب الفرنسي أن ما حدث سيدفع الفرنسيات أكثر إلى المحافظة على سلوكنا ولا ننظر باستخفاف إلا أي خصم لا يوجد منتخبات صغرى سنكون منتبهات نحن متواضعات المغرب أقل مستوى على الورق لكن عندما نتابع مساره فهو يملك الجودة نحن مرشحات ولا نخفي ذلك نلعب بطموح كبير لكن هذا الأمر لم يتغير لأننا نواجه المغرب نملك خبرة أكبر بكثير من المغرب وعلينا الاستفاد من ذلك موقف المرشح للفوز لن يفيدنا بشيء أعرف المنتخب الفرنسي جيدا وسنبدل قصارى جهدنا لتحقيق التأهل أكد رينالد بيدروس مدرب المنتخب المغربي النسوي على صعوبة المواجهات المقبلة أمام المنتخب الفرنسي برسم ثمون نهائي كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 وقال بيدروس في تصريع صعفي عقب الفوز على كولومبيا بهدف السفر المواجهات المقبلة ستكون خاصة بالنسبة لأننا سنلعب ضد فرنسا لكن ما يهمني هو الجانب الرياضي وتبع المدرب الفرنسي قائلا لقد حققنا للتو إنجازا في ثلاث مباريات والمواجهة المقبلة ستكون صعبة لأنها مبارية خروج المغلوب ويظل كل شيء ممكنا وأردف أعرف المنتخب الفرنسي جيدا إنه فريق قوي جدا ويمتلك لعبات تتمتعنا بخبرة كبيرة وعلى مستوى عال للغاية وقت تم ستكون مباراة صعبة أمام فرنسا ولكن إذا كانت لدينا نفس الحالة الدهن التي كانت لدينا أمام كولومبيا يمكننا أن نأمل في التأهل وسنبدل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك الصحف الألمانية بعد الإقصاء وتأهل المغرب عالم الرياضي يصخر منا تحولنا من عمالقة كرة القدم إلى أقزم تفاعلت الصحف الألمانية مع إقصاء منتخبين نسوي من دور المجموعات بكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلاندا 2023 ونشرت صحيفة تابلويد بيلد تقريرا على الإقصاء قائلة ألمانيا تحولت من عمالقة اللعبة إلى أقزم كرة القدم وكتبت الصحيفة بخصوص الخروج المبكر لمنتخب الماكينات عالم الرياضي يصخر منا مضيفة الأيام التي كانت فيها ألمانيا فريقا مرعبا مضى عليها زمن بعيد وعلقت صحيفة بيلد الألمانيا قائلة كرة القدم لدينا في حالة خرب وأضفت مستنكرة كأس العالم للرعب مرتين في تمانية أشهر وبدورها كتبت صحيفة ديزيت بخصوص الإقصاء من الدور الأول أزمة كرة القدم الألمانية تطال منتخب السيدات أيضا يؤشار إلى أن المنتخب الألماني حامل اللقب مرتين خرج من دور مجموعة كأس العالم لأول مرة في تاريخها عقب تعادله مع كوريا الجنوبية بهدف لمتله في الوقت الذي صعد فيه منتخب المغرب إلى الدور التالي بعد فوزه بهدف السفر على منتخب كولومبيا ليرفقه إلى دور الستة عشر التلفزيون الإسباني يعلق على الإنجاز التاريخي لبوءة الأطلس في المونديال قال التلفزيون الإسباني العمومي المتخصص أن تأهل المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات لدور الستة عشر لكأس العالم لكرة القدم عقب الفوز على كولومبيا بهدف السفر برسم الجولة الثالثة للمجموعة الثامنة دخل التاريخ بكونها أول منتخب يتجاوز دور المجموعة خلال مشاركته الأولى في كأس العالم للسيدات وعلى قتل بورت قائلا المنتخب المغربي البطولي والقوي والمنظم للغاية تمكن من خلق إحدى المفاجآة الكبرى في المونديال بفوزه على كولومبيا وترك المنتخب الألماني القوي بطل كأس العالم مرتين خارج المنافسة وأشار التلفزيون الرياضي الإسباني إلى أنه بعد بداية متعترة أمام منتخب ألمانيا استعاد المغرب قوته وعقب فوزي على كوريا الجنوبية بهدف السفر وكولومبيا بنفس النتيجة ليحقق التأهل عن جدارة وذلك خلال سنة تميزت بإنجازات كبرى للكرة المغربية في المشهد الكروي العالمي وضف المصدر ذاتهن الفريق المغربي لديها أفكار واضحة يستفيد من قدراته الفنية وإمكانة لعبها للهيمنة على الخصم موشيرا إلى أن التنفس هو التضامن بين عناصر الفريق الوطني وتبع تيليسبور النامو دارب المنتخب المغربي رينالد بيدروس نجح في تشكيل فريق متجنس بين لعبات يلعب في الخارج ولعبات محليات وهي مجموعة تعمل من أجل الجميع واحتل المنتخب المغربي وهو أول منتخب عربي يبلغ نهائية كأس العالم للسيدات احتل عقب هذا الفوز المركز الثاني برصد ست نقاط وبفارق الأهداف عن المنتخب الكولومبي ومتقدما على منتخب ألمانيا الذي حصل على أربع نقاط وكوريا الجنوبية في المركز الرابع بنقطة وحيدة اشتركوا في القناة